السلام عليكم متابعي دراما سبورت رسميا خروج نادي أهلي حلب أو نادي الاتحاد من بطولة كأس الاتحاد الآسي وبعض الخسارة أمام الوحدات الأردني بنتيجة 2-0 نتيجة متوقعة نتيجة الظروف التي يمر بها نادي الاتحاد من وجبات مرتديلا على الطريق إلى وصول متأخر للسعودية إلى تخبطات إدارية وعدم استقرار فني يعني كل المبقات اللي عم بتصير بكرة القدم حاليا وللأسف الشديد عم بتصير تحديدا بنادي أهلي حلب هل يعترى هذا الشيء مقصود لحتى ما يكون في نادي جماهيري بسوريا نادي يستقطب كل هالمشجعين أو مفتعل ممكن كمان يكون مفتعل لحتى محافظة مثل محافظة حلب والمدينة المشهورة برجال الأعمال والمشهورة المحبين والمنتمين لأهلي حلب غير قادرين على تأمين ظروف أفضل لهذا النادي في أمر عم بيصير بهذا النادي يحتاج للدراسة أنا معني حلبي لحتى أحكي بطريقة مباشرة أو بطريقة تهديد ووعيد لأن بصراحة بحس أنه هذا ممكن يكون تدخل بشكل مباشر بالشؤون الحلبية يعني لأن خايف يعني من هاي التهمة لكن بدنا نحكي الشيء اللي عم بنشوفه على الأقل من وجهة نظرنا الشخصية كمحبين لهذا النادي و لهذا الكيان و لهذه المدينة قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديق العزيز بالنسبة لمباراة أهلي حلب والوحدات وفوز الوحدات بنتيجة 2-0 يعني إذا في ناس أو مشجعين من نادي الوحدات عم بيتابعونا على فكرة الوحدات أسوأ نسخة عم شوفها بهذا النادي أسوأ نسخة نعم فاز على أهلي حلب بنحكي عن أهلي حلب بشكل مطول لكن إذا حكينا عن الوحدات هاي أسوأ نسخة أسوأ نسخة عم شوفها سواء بخط الدفاع فقط عبدالله الفاخوري كحارس مرمى ترفع له القبعة خط الدفاع خط الوسط وخط الهجوم لا فريق ما نجيد ما نجيد والكهرباء العراقي نشوف هاي المعلومة الكهرباء العراقي المتصدر للمجموعة اللي فيها الكويت الكويتي أحد العمالقة ببطولة كأس الاتحاد الآسوي الوحدات أحد العمالقة بالكرة العربية والكرة الأردنية وأهلي حلب أحد العمالقة بالكرة العربية والكرة الأردنية والكرة السورية وبطل كأس الاتحاد الآسوي الكهرباء يتصدر صاحب المركز 15 بالدور العراقي صاحب المركز 15 نادي الكهرباء يتصدر على هالتلت أندي ليش؟ لأن بكل أمانة في شخص اسمه عدنان درجال بالكرة العراقية شغال بشكل احترافي فرح تلاقي نتائج احترافية في نتائج احترافية من رؤساء الأندي فيه شغل من رؤساء الأندي فيه شغل من المسؤولين الإعلاميين لنادي الكهرباء صار مثال عن الأندي اللي اللي عم تشتغل بطريقة علامية جميلة نادي الكهرباء ما عنده جماهير عم بيستقطب جماهير من المركز الإعلامي اللي يشغالين فيه على كل حال إذا بدنا نرجع لنادي الاتحاد فالمشكلة ما أنا مشكلة مباراة الوحدات إذا بدك تحكي عن مباراة الوحدات مين بدك تعاتب؟ أحمد الأحمد اللي ضيع فرص ولا أحمد حمه ولا خط الدفاع ولا خط الوقت مين بدك تعاتب؟ يعني للفريق كل ما ما عندك فريق ما عندك مدرب ما عندك إدارة أنت كنادي الاتحاد كمشجع لنادي الاتحاد ما عندك شي ما عندك شي تلعب ما عندك شي تتأمل فيه ما عندك شي بصراحة يعني فضيحة 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 المشاركة بكأس الاتحاد الآسوي بهاي الطريقة فضيحة يسأل عليها رئيس النادي يسأل عليها يا أخي أنت اليوم عم بتمثل نادي أهلي حلب يعني أنا وعيت على أهلي حلب نادي جماهيري نادي مدينة حلب أفضل جمهور بآسيا أفضل جمهور عم بيتابع بستاد حلب الدولي عدد جماهير بالستين وبالسبعين ولو في ملعب أكبر بالتمانين وبالتسعين بملاعب كرة السلة بتلاقي بثمانين وبالتسعين أنت اليوم كرئيس نادي ما في إمكانيات لا تكون رئيس نادي كن صراحة ما في إمكانيات لا تكون رئيس نادي يا أخي وصلت لمرحلة نشر مزاد علني على صفحة فيسبوك بأهلي حلب تنشر يعني استحى نادي المجد يعملها يا أخي أنا مشجع لنادي المجد صدقا نحن ما عم نعملها ولا رح نعملها كيف مزاد علني بتصير ببعض الأندي الأخرى لكن أهلي حلب أنا بتذكر كانوا التجار المحبين يتقاتلوا لحتى يشتروا بطاقات ويشتروا لكن الحاليا ما في ثقة ما في ثقة بالإدارة في ثلاث إلى أربع أحزاب بإدارة نادي أهلي حلب أنا كمتابع بعيد شوي بعرف شو عم بيصير فتصور أبناء النادي الشغلة بدها حركة المحبين لأهلي حلب لازم يتحركوا صراحة يعني لو الأمر يخص المنتخب السوري بنحكي أكتر منطول بالحديث وبالأسماء لكن الأمر يخص كيان أهلي حلب بصراحة المشجعين مشجعي أهلي حلب لا اللي بشوفه يعني عم يجامل بإدارة النادي هو أكيد ما شاف إدارات الأندية السابقة ما أبيد أن يحكم محمد عفش قبل محمد عفش واللي عم يجامل المدرب أكيد ما شاف المدربين اللي سبق ودربوا نادي أهلي حلب واللي عم يجامل اللاعبين وظروف اللاعبين وأكلة المرتديل أكيد ما شاف تشكيلة أهلي حلب اللي كانت عم تلعب بحراسة المرمة بتحكي عن محمود كركر وياسر جركس عم منافسة بتحكي عن يوسف شيخ العشرة وواء العيان منافسة بتحكي عن مجد حمصي وواء بكري طراب صلاح شحرور عمار ريحاوي عبادة السيد بتروح على خط الهجوم بتلاقي أنصاري وبتلاقي مين كمان عبد الفتاح الآغة رضوان الأبرش بيرجع مهند البوشي من مصر بيجي محمد عفش من اليونان بتلاقي تشكيلة تشكيلة أهلي حلب كانت تشكيلتين تشكيلتين كانت فيه إدارة كانت فيه ناس وين هلأ عيبة إذا ممكن تسمموا من المرتديلة إذا معا بيتسمموا من الأراجيل إذا معا بيتسمموا من الأراجيل يا أخي كيف بده يتسمم من المرتديلة أنا مقتنع تماما اللاعب آخر آخر شي لازم يكونوا متهمين بأي نتائج كارث فيه بصراحة أول شي الإدارة بعد المدرب بعد اللاعبين لكن بنفس الوقت الإدارة هي اللي بتتحمل هاي النوعية من اللاعبين هي اللي بتتحمل هاي الاستراتيجية ما فيه استراتيجية بأهلي حلب هالي أحيانا أنا عم بتساءل الشي اللي عم بيصير مع أهلي حلب والكرامة وحتى الوحدة هل الأمر مقصود فيه شي ما عم بفهمه ما عم بفهمه بهالثلاثة أنذية فيه شغل على كرة السلة فيه توجه لكرة السلة وغياب كله لكرة القدم يعني فيه شي عم بيصير بصراحة بهالأنذية الثلاثة غير مقنعة بعرف فيه احتراف بعرف من حق بقية الأنذية تنافس وتفوز بلقب الدوري وكل شي لكن لما منشوف نادي متل أهلي حلب وصلت لمرحلة كأس الاتحاد الآسوي بدك تتعاقد جب التعاقدات فشلت انت بتتحمل مسؤولية انت واصل لبطولة بمشاكل الدوري ماشي اي فريق بيفوز بيروح بيمثلنا بكأس الاتحاد الآسوي بنرفع له القبعة ما عندي فريق جماهير وغير جماهيري لكن الفريق الجماهيري لما بيروح لبطولة كأس الاتحاد الآسوي مطلوب منه يعمل أكتر من الفريق الغير جماهيري يعني اليوم القوة الجوية أو الزوراء بالعراق لما بيلعبوا بالبطولات الخارجية لأن أندي جماهيرية مطلوب منها تعمل تعمل كل شي تعمل كل شي عدم التأهل من دور المجموعات فشل زريع بينما نادي الكهرباء إذا ما تأهل من دور المجموعات ما حدا بيحكي شي ما حدا رح يقول أنه كارثة لا نشتغل على هذا الجيل أو منحسن من الفريق ككل فهذا الفارق أنت كنادي جماهيري وصلت لبطولة كأس الاتحاد الآسوي بدك تلعب على هاي البطولة بدك تلعب على هاي البطولة إدارات أندي لا تستحق لا تستحق أن تدير نادي فريق أحياء شعبية إطلاقا إطلاقا ليش الناس أصحاب الأموال ما بيساعدوا هالإدارات ما عندهم ثقة لا بالاستراتيجية ولا بطريق التعيين المدربين ما عندهم ثقة أنا اليوم إذا بدي أدعم نادي أهل حلب لازم يكون متأكد من رئيس النادي رح يصرف هالأموال بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة شو استراتيجية رئيس النادي مع أساس تم تعيين الكابتن معنى الراشد لحتى يبني جيل وين الجيل اللي بناه ترك معنى الراشد لسوء النتاج لعدم التوفيق لأي سبب إن كان مع أساس تم تعيين معنى الراشد لبناء جيل إجاء معنى الراشد هذا الجيل اللي كان معه نهى نهى كليا مع إدارة النادي المشكلة الجماعية لما بحكي عن معنى الراشد أنا ما بتقصد الحديث أو عن معنى الراشد أو رئيس المشكلة الجماعية يا أخي المشكلة الجماعية بينادي أهل حلب الشي اللي شفناه واللي عم بنشوفه بأهل حلب وينعكاس للأمر اللي عم بيصير بالكرة السورية الناس اللي عم بتطالب بي عدد هائل من اللاعب المحليين والانتقاد لللاعب الموجود بالدوريات الخليجية أو الدوريات الأوروبية يا عمي ارحمنا ارحمونا ارحمونا لازم نكون واقعين نحن عم نشوف لاعبين ما فينا ندافع عن لعب نعرف اللاعب مظلومين نعرف هذا الشي متأكد من هذا الشي وفيه بهاللاعبين ممكن يلعب بالدوريات الخليجية ويكون أساسي بس زنبو زنبو حاليا عم يلعب مع أهل حلب تصور وواصلين لمرحلة انه اللاعب اذا لعب مع أهل حلب بيصير لعب مكسور بيصير لعب غير مؤهل انه يلعب كرة قدم نحن واصلين لهالمرحلة بالحكم وبالرؤية حبيت فطفضي يعني انا بصراحة لسه في عندي خمسين ألف جملة وألف ما ماني حابب أتدخل بشكل أعمق صراحة ماني ما حابب تتوجه لي أي كلمة من شخصة ومن شخصة بصراحة مشاكل الأندية حابب بعد عنها المنتخب ما نماشين فيه فبنا نحل مشاكل الأندية المنتخب اللي بيجمعنا على أساس كلنا كلنا كسورة ما نفالحين فيه ننفلح مع الأندية ودهاليز الأندية ومشاكلة لا ارحمونا ارحمونا لو متابع فيديو عن تقشير البصل ما كان أحسن من مباراة الاتحاد والوحدات على كل حال أتمنى أعجبكم الفيديو بصحة وقالو السلامة